إلى ذلك أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق إسرى استنشاقهم الغازة السام المسيلة للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال قصفها للمصليين في وادي الجوز المحاذي للبلدة القديمة بالقدس المحتلة كما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الصحفيين خلال تغطيتهم الأحداث وأبعدتهم عن المكان كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أبواب المسجد الأقصى ومنعت غول دخول المصليين حيث لم يتمكن سوى 12 ألف مواطن فقط من دخول المسجد الأقصى بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي بدأت منذ ساعات الصباح الأولى بمنع المصليين من الدخول لأداء صلاة الفجر حيث أغلقت أبواب المسجد ومنعت أو منعت من منهم من خارج البلدة القديمة ببدينة القدس سواء من أراضي عام 48 أو من أحياء القدس المحيطة من الدخول ترجمة نانسي قنقر